الإمارات أصبحت معالي الشيخ نموذجاً للتعايش الحضاري هذا واضح من خلال الأديان المختلفة الجنسية المختلفة التي تعيش على هذه الأرض البيئة الحاضنة التي تحاول الإمارات ترسيخها ما هي؟ نحن نرى أن في قبولنا وترحيبنا بجميع الثقافات والديانات ما هو الغوة لنا ويساهم وكل الموجودين على هذه الأرض ساهم مساهمة مقدرة ومشكورة في مساهمة في التطوير وتوصيل الإمارات ما وصلت له في جميع المجالات نعتز ونبتكر أن الإمارات حصلت على مراكز متقدم في مجالات مختلفة اقتصادية، سياسية، إنسانية فهذا النسيج، نسيج الذي يشكل رسم جميلة مثل الموزعيك الجميل في ألوان مختلفة وجماله في اختلاف ألوانها فنحن نرى في هذا قوة لنا في ترحيبنا والشكرنا وتقديرنا لكل من يقيم على هذه الأرض وفي سياق حديث معالي الشيخ نهيان بن مبارك النهيان لأخبار الآن تحدث عن جهود هذه الدعوة التي انطلقت من الإمارات وعن الذي ترسخه هذه الزيارة على صعيد محاربة الإرهاب مثمنا بصمات الإمارات الجلية في محاربة الإرهاب الإمارات معالي الشيخ بصمات ظاهرة وجلية في مقارعة الإرهاب هذا الإرهاب الذي يتساكن في الشعوب المتعصبة والمنغلقة على نفسها بهذه الخطوة بهذه الزيارة ما الرسالة وماذا تريد الإمارات أن ترسخ تحديدا في مجال محاربة الإرهاب معالي في الإمارات أننا لا نحاول أن نساير أو نحتضن الإرهاب أو من يدعم الإرهاب فمواقفنا واضحة وصريحة لأن هذه قافة العصر ولأن هذه يهدد السلم والتعايش السلمي بين الشعوب بين المعتقدات مع أن الإرهاب ومن يدعم الإرهاب ومن يغفر مع الإرهاب لا يفرق لا بين دين ولا بين حضارة ولا بين جنسية فهذا الشر كل إنسان شريف كل بلد تريد الخير لهذا العالم من عليه يجب أن توقف وقفة حازمة وشجاعة ومواجهة كل تضر بغض نظر عن مصدره ومن باعه أو من يدعمه